السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عنا أبراج هانوي في الخوارس 101 بإذن الله رح يكون درسنا سهل كل اللي عليكم تركزوا معي ونعرف كل شي في البداية رح نعرف كيف يعني أبراج هانوي كيف بنعمله وكيفين يحللهم كطريقة سهلة وتاني شي حنشوف الأكواد ونشوف عليها بعض الأمثار طبعا رح نحل كل شي من البداية أول شي أبراج هانوي هي اللعبة اللي حنا نعرفها أو إذا ما بتعرفوها رح تعرفوها كتير سهلة أول شي عنا عبارة عن ثلاث أعمدة طيب ثلاث أعمدة هذا ما نحكي له A هذا بحكي له B وهذا بحكي له C سمينا هال ثلاث أعمدة تمام تمام هدول الثلاث أعمدة اللي عندي إياهون في أول عمود يلي هو عبارة عن الأي هذا العمود دبع الأي عندي ثلاث ديسكس يعني ثلاث أقراص عندي قرص كبير وعندي قرص أصغر منه وعندي قرص أصغر شي وعن مو ضروري ثلاثة كالآن سوف نأخذ ثلاث أقراص عندي قرص كبير أحمر قرص متوسط أخضر وقرص صغير لونه أزرق طيب شو الفكرة من هاي لعبة هانوي أو هانوي أي شي بدكم تحكوه أول شي عنا طولة وازاز نعرفهم إنه لازم نلقل أول فكرة اللعبة إنه لازم أنقل هدول الثلاث الموجودين على حاله نفس الشكل أنقلل مثلا على السي حسب السؤال مثلا لو السؤال بدو يا على بي لو السؤال بدو يا على سي المهم نحن هون في مثالنا بدي أنقل من اي لا سي من اي لا سي بنفس الترتيب يعني الكبير تحت الأكبر والأصغر بهالطريقة طيب بس عنا شرطين لازم نتبعون معنا إش هني؟ أول شرط أنا لازم أعرفه إنه ممنوع نقل أكثر من قرص ما بقدر أنقل أكثر من قرص بنفس الوقت طب كيف؟ يعني ما فيني أنقل هذا وهذا بنفس الوقت أنقلن لهون لا لازم نقل واحد واحد خليني أسمي هذا واحد وأسمي هاد اثنين وهاد اثلاثة يعني ما فيني أنقل واحد واثنين بنفس الوقت لهون ما فينا طيب تاني قانون لازم انا اعرفه هده الروز مشان نقدر انحل فيه هانو طيب تاني شي ممنوع قرص صغير وفوقه كبير كيف يعني كيف يعني قرص صغير وفوقه كبير طيب خلينا نشوف يعني مثلا هيك ما فيني انا احط له صغير وحط فوقه الكبير لا لازم بيكون بشكله الصحيح الكبير وفوقه الصغير هذا الشكل خطأ وهذا الشكل صح طيب عرفنا هلا الشرطين اللي انا لازم احل لهم مشان اقدر احل بها نوع بس قبل عنا حالة قياسية ميش هي الحالة القياسية خلينا نتعرف عليهم ع السبورة مشان نقدر نمسح ونشوف وتكون اسهل بالنسبة لنا طيب قبل ما نشوف الحالة التعاودية يلي تبعت انه انت و ساوي ثلاثة راح نعرف الحالة القياسية شو معنات الحالة القياسية الحالة القياسية يعني فورا بتطلع عنا جوب عندي هون ان تساوي الواحد طيب عن الان هي عبارة عن عدد الاقراص طيب انا كيف بدي احلا وكيف بدي اعرف شو اول شي نرسم الثلاثة الاعملية تبعاتنا يلي هني كانوا عبارة عن ال ا و ال ب و ال س تمام تمام وعندي قرص كبير هذا لانا مو قلت عندي ان تساوي واحد فعندي ان قرص كبير هون موجود طيب سؤالي هو انا بدي انقل من اي لسي ونتذكر الشرطين انه ما بيصير انقل مثلا قرصين بنفس الوقت بس انقل قرص واحد تاني شي ما بيصير احلط مثلا اه صغير وفوق واحد كبير هاد الحكي ما بيصير طيب هلا كحالفنا الان بدي انقل من اي لسي دايركت ففورا من اي لسي شو بعمل رفس حي ال اي خدت هذا القرص ووديته فورا للسي بدون اي مقدمات يعني بهاي الحالة تبعتنا القياسية فورا صار من اي لسي فورا نقلته طيب لو كان عندي انا ان تساوي اثنين يعني عدد الاقراص اللي انا عندي ايام هون حكينا لان هي عبارة عن قرص لو كان عندي قرصين طيب نرجع نرسم الى ثلاثة قامدة عندي اي وعندي البي وعندي السي عندي هون قرص كبير وعندي هون قرص اصغر منه قرصين كيف بدي انقل من اي لسي كيف طيب خلينا نشوف هل انا مثلا نفكر شو الحرج نساوي لو مسكنا هاد الصغير هاد الصغير وحطيناه هون بالاستعانة اذا هذا اسمه اوكزيلاري اي نستعين فيه لحتى نودي من اي لسي وهذا اسمه دستانيشن هون محل الدستانيشن او محل ما انا بدي اوصل وهون عبارة عن السورس بداية المحل الانتلاب طيب اذا اخدنا هاد الصغير اخدته وحطيته هون تمام تمام فهلنا راح نلاحظ انه ما فيني مثلا احط صغير وفوق كبير ففورا راح اخد هذا الكبير واوديه لعند السي اذا مسحته ووديته لعند السي اذا لما اخدنا هون الصغير نجا نكتب صار عندي اي لبي بعدين عندي صار اي لسي بهي الطريقة هلا هاد الصغير باخده وبحطه فوق السي اذا صار عندي من بي لسي عندي ثلاث خطوات اذا كان عندي عدد الاقراص تساوي اثنين اذا اذا عدد الاقراص تساوي اثنين فعندي ثري موفز لانه ممكن عندي هيك شكله نقلته على حاله بالاستعانة بين بي وصار لعند السي طيب هلنا نشوف شو هلح نساوي اذا كان عندي عدد الاقراص تساوي ثلاثة طيب هنكتب هون خطوات عجنب مشان لا نضيع مكتب هون خطوات وشان نرسم هون طيب اول شي انا بدي اعمله هكينا عدد الاقراص هي ثلاثة طيب اول شي برسم اي بي سي او خليني اعملون من طريقة اكبر عشان يوضع اي بي وسي عندي قرص كبير قرص اصغار وقرص صغير طيب ركزوا كثير منيح معي بدي انقل من اي لسي كل هدول بدي ااخدن وحطن عند السي طيب كيف بدي اعملون بيحايف انو عنا شرطين واني الشرطين انو ما بيسير يكون في عندي قرص كبير عقرص صغير وتاني شرط انو ما بيسير مثلا انقل هاي وهاي على هاي at the same time لا لازم ننقل واحد واحد على حاله طيب شو بدي اعمل بهاي الحالة اول شي حنلاحظ انو انا مثلا فيني انقل هاي الصغيرة احطها لعن البي فحكينا نكتب هاي auxilary هون انا هاي عم ساعدة ليش انا عم بكتبكم auxilary وهاي destination مشان هلا لما نكتب الكود يكون سهل بالنسك لكم فهاي في هاي الحالة auxilary اذا رح اكتب هون انو بدي انقل من اي لبي خلينا ننقل من اي لبي هاخد هاي وحطه هون جميل هلا عندي اي وعندي هون هل بيسير اخد هاي واحطه هون بيسير هيك اعمل لا هيك انا بيكون خالفة احد الشروط فرح عم سحق ومع بيسير حق طيب فرح ناخد هاي الاي واحطه لعند السي عطيته عند السي اذا اكتب هون من اي لسي وامسح هاي الموجودة هون طيب الان ما فيني اعمل اي شي غير انو احط هاي فوق السي لانو حكينا الصغير فوق الكبير بيسير بي فوق السي امسح هون صار عندي اياها فاضي واحط الصغيرة هون هلا هيلكبيرة بدي احطة كله لعند البي مسحتها هيكل الة من اي لالبي صار عندي الكبيرة هون وهاي فاضي geared طيب هلا من السي بدي اشيل لعند البي اخدنا هاي الصغيرة وحطيتها هون سيل لالبي حلو هلا هي السي بدي انقله لعند الاي شدت هاي السي حطيتها لعند الاي زيبتكم عيدوا الفيديو مشاي اذا ضيعتوا ايشي تعرفوا فصي لعند ال اي الان شو بدي اعمل بدي اخذ هاي البي لعند ال اي هاي بدي احطها هون البي لعند ال اي طيب طيب حنكمله لانه فيه طريقة مختصرة اكتر من هالطريقة خلينا نكمل فاخد هالبي ورجعت لعند الهون طيب وشو صار عندي من بي لسي عنا طريقتين لانه لهاي الانتو ساوي ثلاثة الان باخد هاي ال اي وبحطها لعند مين لعند البي وال اي لعند السي هاي راحت كلها وصارت فوق السي وبعدين من البي لعند السي هاي كنتقل كل المجسم يلي كان هون صار هون ومنلاحظ عنك كتير خطوات ومنلاحظ عنك كتير خطوات يعني لو عديناهن اي لابن دعش خطوة وطبعا دعش خطوة شي كتير طيب هل انا فيني احله بطريقة انه يكون عندي عدد الخطوات اقل نحن بنعرف انه لازل يكون عنه فقط سبع خطوات ليش؟ انه نحن حاوض علينا بصن طب كيف خلينا نشوف كيف نحله بسبع خطوات وليس دعش خطوة طيب مو عنا هون بالشكل خليني ارجع ارسمه عندي واحدة جس كبيرة وصغيرة اول خطوة شان حلم سبع خطوات انقل من اي لسي نقلنا هيدا صغيرة لهون تمام بعدين من اي لبي نقلنا هاي لهون عشناها الان من سي لبي نقلنا هاي لهون وهلأ راح نلاحظ انه صارت متاحة من اي دايريكت لسي مباشرة خطنا هاي الكبيرة وحطيتها هون اذا من اي لسي الان من بي لأي لانه فاضي بعدين من بي لسي هون صارت هاي الفاضي بعدين من اي لسي راح نلاحظ انه نفس النتيجة صار عندي نعد one two three four five six seven seven steps على لما تكون الان تساوي الثلاثة طيب خلينا نشوف هذا الشي ككود كيف يكون شكله قبل ما افتح الكود عنا شي لازم نعرفه انه انا عندي مثلا move وعندي ثلاث اشياء N A B C طيب كيف بدنا نفهم هاي هاي هي عبارة عن عدد الاقراص اذا مثلا عندي ثلاث اقراص قرصين واحد حسب شو عندي هاي عبارة عن السورس وحل نقطة البداية هاي عبارة عن الاكزلاري اللي بستعين وهاي عبارة عن الديستينايشن طيب نشوف طيب عندي move N A طيب بعدين B C هذا هو طيب او في بدان ما نعمل هيك انساوية يعني هون مثل اللموز بجوز الدكتور تغير اللموز فشو فينا نكتب فينا نكتب انه طيب off Hanoi وعبارة عن N والصورس والأكزلاري اي المساعد و الديستينايشن هذا هو كالبداية طيب هذا الشي اللي انا عندي اياه عندي ثلاث اشياء ثلاث استدعاءات للتابع اول شي بقول N ناقص واحد والصورس على حاله شي يعني النقص واحد يعني نقصنا من عدد الاقراص واحد انه رح نحدك واحد وهون ال الاقزلاري صار محلو الديستينايشن وهون صار الاقزلاري ثاني شي واحد لما تكون واحد يعني شو يعني واحد يعني مثلا نقلت من A ل C فورا واحد يعني نقلت دايريكت فرح تكون هاي المكتوب فوق يلي هي source يلي هي اكزلاري يلي هي ديستينايشن بتكون على حاله ما منغير شي بعدين النقص واحد هون عندي اكزلاري هون عندي source وهون عندي destination بشان نحفظها طريقة حفظ اول شي مكتبة كما مثل ما هي طيب بعدين منبدل هاي وهال switch بدلنا هون بعدين لما نحط الواحد بتكون as same as the اول واحدة اخر واحدة منبدل بين هاي وهاي بدلنا هون بس كعبارة كيف انا بفهمهم انه هون عندي source نقلتها the destination بالاستعادة مع الاستعادة مع الاكزلاري كيف يعني يعني مثلا عندي هيك ثلاثة طيب عندي a b c يعني مثلا انه نقلت هذول التنتين نقلتهم لهون اذا بالشغل يعني نقلناهم لهون فنحنا شو عمنا هون نقلنا هذول التنتين هذول التنتين اسمهم النقص واحد فشو لما نقلناهم لهون صارت destination اللي كانت بي اذا اعتبرنا هاي a و b و c اللي كانت بي صارت هي هون كيف يعني يعني صارت هي الشو هي صارت ال destination وال c صارت هي يعني c صارت هي بهاي الحالة صارت هي عم تساعدنا وال b صارت هي destination يعني هذول شناهن حطيناهن عند b فصار b بدل ما تكون auxiliary صار destination وال c بدل ما تكون destination بهاي الحالة عم بحكي انا بهاي الحالة صارت هي auxiliary ساعدتنا بالعملية يعني هين شناها اوكي فلما تكون عندي واحد صار عندي متاح ال a تروح لعندي c direct فال a لما راحت عند c direct صارت هون شو معنات معنات السورس هي a شوفوا ضلت عحالة وال b هي المساعدة ضلت auxiliary وال c ضلت destination اي ضلت هي المركز الان رح روح عليه اشترك اشتركوا في القناة